بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء أنا الطلاب والطالبات أهلاً ومرحباً بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف الرابع الفصل الدراسي الثالث لازمنا بالإثراءات عندنا اليوم الإثراء الخامس رح يكون بالفصل الحادي عشر طبعاً العنوان الرئيسي لهذا الفصل يتحدث عن الكسور العشرية المواضيع اللي رح تكون معنا به هذا الإثراء عندنا خطة حل المسلة باستخدام إن شاء نموذج عندنا كذلك تمثيل الكسور العشرية على خط الأعداد مقارنة الكسور العشرية وترتيبها أيضاً تكافؤ الكسور الاعتيادية والكسور العشرية عندنا أخيراً الكسور العشرية والكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية نبدأ بأول درس عندنا وهو خطة حل المسألة رح نستخدم إن شاء نموذج نشوف المسألة اللي عندنا يصنع تركي نموذجا لأطول الجسور المبينة في الجدول التالي حيث يشير كل سنتيمتر في النموذج إلى ثلاثين مترا فما طول النموذج بالسنتيمتر اعطاني هنا جدول يوضح لي الجسر والطول طبعا بما أنه قال لي هنا أطول الجسور المبينة طبعا هذا السؤال يعني يعكس استخدام إن شاء نموذج وهذه المسائل التي تنفع فيها هذه الخطة بداية خطوات الأربع أفهم خطط هل تحقق راح أحدد في أفهم المعطيات والمطلوب لو نلاحظ عندنا الآن في المسألة هذه المعطيات اللي عندي أيضا من الجدول المطلوب طول النموذج بالسنتيمتر مثل ما قلنا راح نستخدم خطة إن شاء نموذج تعالوا نشوف كيف نستخدم هذه الخطة لاحظ عندي هنا يقول لي يصنع نموذج إذا راح يصنع تركي نموذجا طيب لو حددنا الآن أطول الجسور وين أطول الجسور عندي من الجدول لاحظ أن أطول الجسر عندي طبعا أحسنتم هو الجسر الأول طوله 1200 طبعا بالمتر 1200 طيب إذا جران تركي مثلا راح يصنع هل سيصنع نموذج بطوله الحقيقي طبعا لا يمكن راح يصنع نموذج مبسط للنموذج لذلك راح يشير إلى مثل ما قال لي هنا كله 30 متر يشير إلى 1 سانتي لذلك الآن لابد أن أعلم الـ 1200 متر كم فيها 30 حتى أحدد كم فيها 30 كأن العملية راح تكون عندي عملية قسمك إذا راح أقسم أقول 1200 أقسمها على على 30 طبعا هنا الآن أستطيع إيجاد النافج باستخدام الحقائق الأساسية والأنماط لو قلنا 12 تقسيم 3 12 تقسيم 3 يعطينا 4 طيب 120 تقسيم 3 يصبح أحسنتم 40 طب الـ 1200 تقسيم 3 يصبح 400 طب عندي 1200 تقسيم 30 1200 تقسيم 30 يصبح نعم 40 كحقيقة أساسية إذن عندي يكون 1200 تقسيم 30 يساوي 40 الآن عرفنا كم فيه 1200 كم يحوي من من 30 يحوي 40 30 طالما عندي كل 30 متر ب 1 سانتي إذن الآن راح يكون طول النموذج بالسانتي متر كم يكون راح يكون 40 سانتي متر وبدل أن يكون بطوله الحقيقي راح يكون النموذج بهذا الشكل مبسط ويعكس أيضا النموذج ولا بد أن أضع تحته أن كل 1 سانتي متر يشير إلى 30 متر مثل ما أعطاني في المعطيات تبقى الحطوة الأخيرة عندنا وهي التحقق طيب حتى تحقق راح أضرب 30 30 ضرب 40 أو 40 ضرب 30 طبعا 30 تشير إلى أن مثل ما قال له أن 1200 كم فيها 30 فقسمت على 30 أصبع عندي في 1200 فيها 40 30 30 ضرب 40 يعطيني 1200 وهذا يعني أن إجابتنا صحيحة إذا راح يكون عندي طول النموذج 40 سانتي متر الدرس الآخر اللي عندنا تمثيل الكسور العشرية على خط الأعداد طيب أنا عندي الآن مثلت الأعداد على خط الأعداد مثلت أيضا الأعداد الكسرية والكسور الآن راح أمثل الكسور العشرية مباشرة إذا قلنا الكسور العشرية هذا معناه أنه راح يكون أجزاء من العشرة وكأنه خط الأعداد راح أجزاء إلى عشرة أجزاء فلا بد يكون بين العددين مجزاء إلى عشرة أجزاء تعودنا أنه عند الشكل الواحد أجزاء إلى عشرة أجزاء كذلك خط الأعداد إذا أرد تمثيله الكسور العشرية وجزاء إلى عشرة أجزاء طيب إذا كان عندي الآن مئة جزء كيف راح أمثل على خط الأعدان؟ راح أحددها إذا كان عندي الكمية لايحظ الآن عندي لو جزعت المئة جزء إلى أربعة أجزاء راح يكون عندي هنا الربع ربع المئة جزء كم هي؟ 25 والربعين اللي هو يمثل النص يمثل 50 طيب الثلاث أربع المئة راح يمثل 75 لذلك راح يكون عندي بعض الكسور أعرف أتعامل معها وهي الربع والنص والثلاثة أرباع يكون نفس الكمية ندخل السلم 10 الآن السواد يقول عندي حدد العدد الكسري الذي تمثله النقطة نون ثم اكتبه على صورة كسر عشري طيب بداية راح أستخدم العدد الكسري بعد كده راح أستخدم الكسر العشري لو شوف الآن عندي من 10 إلى 11 جزء طبعا الخط إلى إلى كم؟ جزء جزء ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إلى عشرة أجزاء إذا راح يكون كل جزء عبارة عن عشر طالما أنه بعد العشرة إذا راح يكون عشرة و عشرة و عشر عشرة و عشران عشرة و ثلاثة عشر و أربع عشر و خمس عشر يصبح هنا عشرة و ستة عشر استخدمت الآن العدد الكسري راح أستخدم الكسر العشري أستطيع؟ نعم أستطيع طالما عندي أجزاء العشرة ستة أعشار أستطيع أن أستخدم الفاصلة العشرية فتصبح الستة في منزلة الأعشار أضع هكذا و طالما عندي عدد إذا نصبح عشرة و ستة أعشار طيب لو كان عندي الخط مجزء إلى ليس بعشرة أجزاء تعالوا شوف الآن لاحظ عندي من الثمانية إلى التسعة جزء إلى جزء جزء ثلاثة أربعة إلى خمسة أجزاء راح يكون كل جزء عبارة عن عن خمس النقطة نون تمثل خمسان إذن ثمانية و خمسان لماذا كنا ثمانية و يقع بعد الثمانية طيب لو استخدمت الآن الكسر العشري طيب إحنا تعلمنا حتى استخدم الكسر العشري لا بد يكون أجزاء العشرة لحظ عندي هنا خمسان ما عندي أجزاء العشرة باستطاعة تجزئة خط الأعداد إلى أجزاء أخرى تكون متطابقة حتى أضعه عشرة أجزاء بهذا الشكل الآن أصبح عندي عشرة أجزاء سأرى النقطة نون تمثل ماذا؟ أصبح كل جزء عبارة عن عشر عشر عشران ثلاثة أربعة أعشار إذن ثمانية وأربعة أعشار أستطيع كتابتها باستخدام الفاصل العشرية تصبح طبعا ثمانية وأربعة عشرة شوف السؤال اللي عندنا فرسم خط أعداد ثم عين عليه أربع نقاط تكون إحداها ثلاثة وثلاثة أربعة طبعا طالما عندي طلب عندي أربعة نقاط وطالما عندي الثلاثة و إذن راح يكون عندي الآن خط الأعداد مثلا لو حدت من الثلاث إلى أربعة طالما عندي لاحظ بين كل عددين جزأتي إلى كم جزء جزأت إلى أربعة أجزاء متطابقة كذلك بين الثلاثة وأربعة طالما عندي ليش جزأنا أربعة أجزاء لأن قال لي هنا طلب مني تعيين الثلاثة أرباع فلا بد أن أجزي إلى أربعة أجزاء كل جزء عبارة عن ربع الآن باستطاعة التحديد الكسر الطلب مني راح يكون طبعا الثلاثة أرباع كل جزء مثلما قلنا ربع يصبح الثلاثة أرباع في هذه النقطة السؤال يقول لي كيف تعيين العدد اثنان ونصف على خط الأعداد أريد تعيين اثنين ونصف على خط الأعداد كيف راح أمثله راح أرسم خط أعداد أمثل العددان اثنان وثلاثة وأحدد نقطة في المنتصف بين العددان يصبح عندي اثنان ونصف ولو طلب مني الربع الربع إذن أجزئ إلى أربعة أجزاء لو طلب مني خمس بهذا الشكل أجزئ على حسب عندي الأجزاء التي طلبها مني الدرس الثاني الذي عندي مقارنة الكسور العشرية وترتيبها مثل ما قارننا في الأعداد وفي الكسور الآن راح أقارن الكسور العشرية أي استخدام الفاصل العشرية طيب عندي معلومة جدا مهمة لاحظنا عشرين من مئة تساوي نفس الكمية مع اثنان من عشرة كذلك بنفس الطريقة إذا عندي خمسين من مئة ترى هذا نفسه تساوي خمسة عشر وقص على ذلك جميع الكسور بهذه الطريقة إذن كأن الصفر اللي هنا عن يمين ليس له قيمة إذن طالما نفس الكمية عندنا عند مقارن كسرين عشرية أقارن أولا العدد الصحيح أولا أنظر إلى العدد الصحيح ثم بعد كذلك أقارن الأجزاء نبدأ الآن نشوف الأسئلة لاحظ عندي 74 من مئة لاحظ حتى النطق من مئة إذن جميع العدد كسر اللي عندي أجزاء هنا عندي 7 و 14 طيب لو بإمكاني طبعا كما نعلم أن العدد الصحيح يقع على إيصار الفاصلة طب تعالوا رتبها تحت بعض 7 و 14 عندي هنا الأجزاء طبعا 74 أقارن أولا العدد الصحيح كم عندي العدد الصحيح هنا 7 وهنا 0 أيهما أكبر طبعا المفاشرة ستكون لي 7 إذن يصبح الأكبر 7 و 14 أنظر أولا إلى العدد الصحيح بعد كذا أنظر إلى الأجزاء السؤال الثاني اللي عندي 56 من 100 الآخر 58 من 100 لاحظ الآن حتى النطق القراءة الصحيحة راح تساعدك للوصول إلى الحل طبعا بإمكانك الحل مباشرة من هنا لاحظ أن العدد الصحيح عندي هنا 0 وهنا 0 أشوف الآن الأجزاء كم عندي الأجزاء عندي هنا 56 من 100 58 من 100 نفس المنزل لهم جميعهم أجزاء المئة أيهما أكبر 58 من 100 وإنه 56 طبعا مباشرة 58 إذن أضع الفتحة جهة العدد الأكبر سؤال آخر لاحظ سؤال أيضا طيب عندي هنا عدد صحيح لو رتبناها تحت بعض 82 و 16 الفاصلة مع الفاصلة هنا أيضا 82 عندي هنا 60 طيب أنا عندي الآن معلومة مهمة تعودنا عليها المنازل الخالية أضع فيها أصفار للحفاظ على المنزلة أقارن أولا العدد الصحيح كم عندي هنا العدد الصحيح عندي هنا 82 و 82 نفس العدد الصحيح طالما نفس العدد الصحيح راح أنتقل إلى الأجزاء وقال الأجزاء بعد ما وضعت الصفر هل راح يغير بقيمة 6 من 10 مثل ما قلنا 6 من 10 هي نفسها 60 من 100 طيب يشوف الآن أصبح لهم نفس المنزلة 60 من 100 و 60 من 100 أيهما أكبر نفس الكمية نفس القيمة إذن فاصبح الإشارة هنا بينهما علامة اليساوي نشوف السؤال اللي عندي وصولي هنا جداً مهم لاحظ واحد الواحد يعتبر ماذا؟ الواحد يعتبر عدد صحيح لاحظ عندي هنا عندي أجزاء لماذا حرفت أن أجزاء؟ لأن العدد يقع على يمين الفاصلة طالما يقع على يمين الفاصلة هي عبارة عن أجزاء طب هذه الأجزاء هل هي أقل من واحد ولا أكبر من واحد؟ هي عبارة عن أجزاء تقع يمين الفاصلة هذا معناه أنها أقل من الواحد طبعاً لاحظين أنا ما عندي عدد صحيح لو وضعت الآن ترتيبهم أضع الواحد الصحيح ونضع الصفر أضع الصفر تحت الواحد عدد صحيحة طيب الأجزاء الآن هنا عندي الأجزاء للواحد ما عندي أجزاء لو وضعت الآن الفاصلة ووضعت هنا صفرين لاحظ أصبح عندي العدد الصحيح وبإمكاني مثل ما قلنا مباشرة أن أقارن بين العددين شوف الصحيحة اللي عندي هنا طالب مني الترتيب الترتيب نفس المقارنة الفرق أن الترتيب رح يكون أكثر من عددين أو أكثر من كسرين عشريين طالب منك ترتيب من الأكبر إلى الأصغر إذن رح أرتب لاحظ أن دكسو العشرية فرق ما بين الفاصل العشرية والفاصل بين الأعداد هذا يفصل بين الأعداد طيب لاحظ عندي الآن رح أرتبها تحت بعض حتى يسهل علي ترتيبهم أضع أربعة من عشرة أضع الفواصل مع الفاصلة أربعة اثنان الفاصلة خمسة أربعة طيب الآن مباشرة مثل ما تعودنا سأكمل أضع صفر هنا مع الأربعة ما رح يغير بالقيمة شيء ولكن حتى يصبح لهم نفس المنزلة وأستطيع مقارنتهم بسهولة لاحظ العدد الصحيح جميعهم لهم العدد الصحيح نفسه أنتقل الآن للأجزاء طيب عندي الآن أصبح واضح أربعين اثنين واربعين أربعة وخمسين طلب مني ترتيب من الأكبر إلى الأسهر حتى بالأكبر من يكون ترتيبه الأول ترتيبه الأول أربعة وخمسين بعد ذلك اثنين وأربعين بعد ذلك الأربعين سأعيد كتابة هذه الكسور العشرية مرتبة من الأكبر إلى الأصغر فتصبح الأول اربعة وخمسين من مئة لاحظ معي اثنين وأربعة من مئة أربعة من عشرة مثل ما هو موجود عندي وضعت الكسور مثل اكتبتها ولكن مرتبة من الأكبر إلى الأصغر الدرس اللي عندي بعده تكافؤ الكسور الاعتيادية والكسور العشرية تكافؤ طيب أشوف الآن عندي لاحظ عندي النص والربع مع الكسور العشرية كسور الاعتيادية وكسور العشرية لو الآن عندي الشبكة جزأتها إلى 100 جزء نصفها طبعا يعتبر 50 من 100 أو نقول 15 طالما لها نفس الكمية طيب لو كانت جزأتها إلى 4 سيصبح الآن الربع 25 من 100 الربعان 50 الثلاثة أربع خمسة وسبعين طيب لو كان عندي خمس بهذا الشكل هذا الخمس طيب عبارة عن ماذا لو جزأت إلى أعشار بهذا الشكل فيصبح الخمس مساوي لـ 2 من 10 كذلك الخمسان 4 من 10 وبقية الكسور نشوف الثمانين اللي عندي الآن إذا كان عندي المقام ليس 10 أريد استخدام الكسر العشرين أجعل المقام 10 أو 100 في بعض الأعداد سهل التعامل محهم إذا كان عندي المقام خمسة رأح أضرب في اثنين حتى يصبح المقام عشر إذا كان المقام عندي أربعة أضرب في خمسة وعشرين حتى يصبح المقام 100 السوال يقول أكتب كسراً اعتيادياً وكسراً عشرياً يعبران عن الجزء المضلل طيب طلب مني كسر اعتهادي وكسر عشري طيب كسر الاعتهادي رح يكون بسط المقام هنا مجزأ إلى 100 جزء كم ضللنا جزء؟ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70 وهنا خمسة خمسة وسبعون جزء من 100 أستطيع استخدام الكسر العشري؟ نعم أستطيع طالما عندي المقام 100 فيصبح الآن خمسة وسبعين على مئة خمسة وسبعين جزءاً من مئة جزء طيب لا أحب عندي الآن لو استخدمت الكسر الاعتيادي مجزأ إلى خمسة أجزاء وضللت منها جزءاً هل أستطيع استخدام الكسر العشري؟ لا أستطيع ليش؟ لأن المقام عندي ليس عشرة أو مئة طيب شو راح أسوي؟ سأجعل أستطيع أن أجعل المقام عشرة شو أسوي في الخمسة؟ راح أضرب الخمسة في اثنان كذلك البصد في اثنان فيصبح المقام عشرة وكذلك البصد أضربه في اثنان فيصبح أربعة فيصبح الآن أربعة أعشار إذا نعبرت عن هذا الشكل بطريقتين لاحب عندي الآن عندي هنا مجزأ إلى كم جزء؟ مجزأ إلى أربعة أجزاء ظللت منها جزءاً طيب الآن عندي أربعة هذا باستخدام الكسر الاعتيادي باستخدام الكسر العشرين لابد أن يصبح الأربعة إما عشرة أو مئة طبعاً راح أجعلها مئة راح أضرب في خمسة وعشرين أيضاً البصد في خمسة وعشرين فمباشرة أربعة ضرب خمسة وعشرين يصبح مئة وهذه من الأعداد اللي لابد أن تعرفوها اثنين ضرب خمسة وعشرين يصبح خمسين فإصبح الآن مساوي له خمسين على مئة أو باستخدام الكسر العشر طبعاً نقول خمسين من مئة طب لاحظ معي الآن هنا هنا عندي كسر الاعتيادي راح يكون ثلاثة على ستة طب ستة ما تعود وتتعامل معها طب هل بإمكانك بالكمية لحظة كمية اللي عندي هنا عندي ثلاثة من ستة يعتبر ماذا؟ تعتبر نصف الكمية إذن أستطيع التعبير عنها مباشرة باستخدام الكسر العشري أكتب النصف بإمكانك تضع خمسة من عشرة بإمكانك أيضاً تضع خمسين من مئة السؤال اللي عندي أكتب كل كسري من مئتي على صورة كسر عشري كسر عشري طالما عندي الأول هنا المقام عشرة مباشرة أستطيع استخدام الفاصر العشرية تصبح أربعة أعشر طب هنا عندي خمسة المقام ما أستطيع استخدام الكسر العشري لابد أصبح المقام عشرة لكن أستطيع أن أضرب فيه اثنان البص والمقام فيصبح الآن ستة على عشرة أستطيع الآن استخدام الكسر العشري هنا كذلك أربعة في كم أضرب راح أضرب في خمسة وعشرين حتى يصبح المقام مئة أصبح خمسة وعشرين على مئة الآن أستطيع استخدام الكسر العشري فأصبح خمسة وعشرين من مئة أيضاً بإمكانك باستخدام الكمية كم ربع المئة 25 من 100 فتكتب مباشرة 25 من 100 لاحظ عندي قعد تدريج خط الأعداد فيما يلي مستعملاً الكسور العشرية قعد تدريجة طب لاحظنا عندي حتى استخدم الكسر العشرية مثل ما تعودنا لابد يكون المقام عشرة أو يكون خط الأعداد مجزة إلى عشرة أجزاء طب لو جزأت الآن إلى عشرة أجزاء هنا طبعاً مجزة إلى خمسة أجزاء المقام عندي خمسة لو وضعت هنا جزء أجزاء متطابقة الآن حتى يصبح الآن عشرة أجزاء فأصبح الآن كل جزء عبارة عن عشر يصبح هنا عشران لكن باستخدام الكسر العشرية ستستخدم الفاصلة يصبح إثنان من عشرة هنا يصبح أربعة أعشار فأصبح هنا ستة أعشار هنا يصبح ثمانية أعشار هنا طبعاً عشرة أعشار أو واحد ما عندنا عشرة أعشار الدرس الأخير اللي عندنا الكسور العشرية والكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية طيب مثل ما مر علينا في بعض الكسور سهل التعامل معها ولا بد أن أعرفها حتى التعامل معها الربع ربع المئة هو خمسة وعشرين نصف المئة أو الربعين بخمسين ثلاثة أرباحها بخمسة وسبعين حتى أقارن ما بين كسر اعتيادي أو كسر عشري أو عدد كسري أجعله معنا نفس الصيغة حتى أستطيع التعامل معها نشوف الآن قارن سؤال مباشر لاحظ عندي هنا عندي هنا عدد وعندي عدد كسري طيب راح اجعله من نفس الصيغة ستة وتسعة أعشار لو وضعتها بهذا الشكل ستة وتسعة أعشار هنا أصبح عندي سبعة أستطيع الآن المقارنة عندي سبعة وعندي ستة السبعة أكبر أضعها الإشارة جهة السبعة طيب لاحظ معي هنا ستعاش على أربع وهنا عندي أربع عندي هنا كسر طيب ستعاش على أربع عبارة عن هذا ستعاش على أربع يعني كأنه عندي ستعاشر ربع لو حتى استخدمت النماذج فستعاشر ربع راح يكون عبارة عن أربعة أشكال كاملة لذلك هنا أربعة كذلك هنا أربعة سيصبح الآن الكميتان متساويتان سوالي بعد 12 و 15 12 و 2 على 5 لاحظ عندي راح أجعله من نفس الصيغة لو تعاملت مع الـ 12 و 5 أستطيع أن أجعل الـ 5 مقامها 10 حتى يصبح كسر عشري راح أطرف في 2 البسط والمقام يصبح الآن 12 و 14 باستخدام الآن الكسر العشري يصبح 12 و 14 أستطيع مقارنتها مع 12 و 15 أيهما أكبر؟ عدد صحيح نفسه لاحظ الخمسة عشار هي الأكبر هنا لاحظ عندي بنفس الطريقة عدد كسري و كسر عشري راح أجعلهم بنفس الصيغة لو حولت هنا 4 و 10 و هنا عندي 4 و 10 أصبح لهم نفس الكمية فتصبح الكميتان متساويتان سوالي عندي يقول استعمل خط الأعداد للترتيب من الأكبر إلى الأصغر لاحظ عندي مجموعة عندي كسر كسر اعتيادي كذلك عندي هنا كسر اعتيادي كسر عشري و كسر اعتيادي حتى أرتبهم على خط الأعداد لاحظ معي راح أرسم خط أعداد هذا خط الأعداد الذي عندي طبعا من الصفر للواحد لماذا؟ لأنه ما عندي واحد و فجميعها عبارة عن أجزاء الآن جزأت إلى عشرة أجزاء حتى يسهل علي ترتيبهم لأنه عندي كسور عشرية لاحظ الآن حددت المنتصف اللي هو خمسة عشار الآن لاحظ كل جزء عبارة عن عشر باستخدام الكسر العشري عشر 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 ثلاث عشر طب لو استخدمت الآن أجزاء المئة أجزاء المئة الواحد من العشرة هي نفسها العشرة من مئة والاثنان من العشرة هي نفسها والعشرين من مئة أصبح الآن سهلاً أنك تمثلها على خط الأعداد تعالنا أخذها كسر كسر طيب خمسة أعشار خمسة أعشار سيكون هنا هذا مكانه هذا الخمسة أعشار طيب ثلاثة أربعة الثلاثة أربعة عبارة عن خمسة وسبعين من مئة خمسة وسبعين من مئة تقع ما بين السبعين في المنتصف ما بين السبعين والثمانين يكون منتصفه هنا فهنا يصبح خمسة وسبعون من مئة ثمانية وثلاثين من مئة ثمانية وثلاثين قريبة إلى أربعين من مئة هنا في هذه المنطقة تصبح 38 من 100 25 على 100 أو 25 من 100 25 تقع في المنتصف ما بين 20 وال30 25 من 100 أو 25 على 100 الواحد طبعا الواحد كان لاحظنا كان هذا هو ثابت الواحد إذن هنا عندنا الواحد طلب من الترتيب من الأكبر إلى الأسهر من الأكبر كلما اتجهنا اليمين رح يكون الكسر هو الأكبر إذن الواحد هو ترتيبه الأول هنا يكون ترتيبه الثاني ترتيبه الثالث ترتيبه الرابع ترتيبه الخامس أعيد كتابة هذه الكسر مرتبة من الأكبر إلى الأسهر فيصبح الواحد على واحد هو الأول الآن الـ 75 من 100 الذي يتمثل الثلاثة أرباع مثل ما هي مكتوبة عندي في السؤال يصبح الآن عندي الخمسة أعشار أو عندي خمسة على عشرة مثل ما هي مكتوبة بالسؤال أنتقل الآن لـ 38 من 100 مثل ما هي مكتوبة 38 من 100 الآن أخيراً طبعاً يصبح عندي الخمسة وعشرين على مئة مثل كتابته السؤال يقولي حدد العدد المختلف فيما يلي لاحظ عندي ثلاثة وخمسة أعشار ثلاثة زائد لو كتبتها حتى ثلاثة وخمسة أعشار ثلاثة زائد خمسة أعشار يصبح ثلاثة وخمسة أعشار ثلاثة ونصف أيضاً ثلاثة ونصف عبارة عن ثلاثة و كم نصف العشرة؟ نصف العشرة العشرة أجزاء خمسة أجزاء نستطيع التعبير عن النصف بخمسة أعشار أخير لاحظ عندي ثلاثة وخمسة من المئة إذا لاحظ جميعها لها نفس الصياغة ما عدا عندي هنا الثلاثة وخمسة من مئة هي المختلفة لأنه تمثل عن أجزاء المئة جميعها أجزاء العشرة انتهى إثراءنا إثراءات جدا مهمة مجموعة مواضيع في عصة واحدة شكرا لكم لإهتمامكم ومتابعتكم كلم عكم عن دلال كثيري من لغة الإشارة اللسة البندر الصالح أنتم سالمين نصدعكم الله وفي أمان الله